رجل في الخمسين من عمره مارضت ابنته وعمرها خمسة عشر عاما فأوصاه الأطباء بالذهاب بها من القرية إلى أهم مستشفى بالعاصمة فتوكل على الله وسافر بابنته وهناك فوجئ بمساحة المستشفى حيث كانت مدينة طبية متكاملة يسير فيها الراكب بسيارته فتعب من السير بابنته وجلس يستريح في مكان مخصص لركن السيارات وكان بين الحين والآخر يبكي دون أن تراه ابنته بسبب قلة حيلته وبينما هو كذلك وإذا بسيارة فاخرة تركن بجواره ويخرج منها شاب وسيم توجه نحوه وسأله عن حاجته ثم ظل يتأمل في الرجل طويلا وبعد ذلك طلب منه بطاقته سلم الرجل البطاقة للشاب فأخذ يتأمله مرة أخرى من رأسه إلى أخمص قدميه وعلامات الدهشة تملأ وجهه وفجأة دمعت عينا الشاب فسأله الرجل ما بك يا ولدي هل أصابك مكروه لا قدر الله قال الشاب بعد أن حمل ابنة الرجل لا وإنما أشفقت لحالك تعال يا عم معي دخل الشاب أروقة جناح طبي متخصص ووضع طفلة على كرسي متحرك وأخذ يأمر وينهى والكل يحييه تحية تقدير واحترام ويتودد إليه وراح يطوف بالبنت بين مختبر التحاليل وجناح التصوير بالأشعة وقسم التخدير والإنعاش والجراحة العامة وفي حدود الساعة الرابعة صباحا كانت البنت قد أجريت لها عملية جراحية ناجحة واستعادت وعيها فحمد الرجل ربه وشكر الشاب الذي كان أهم طبيب بالمستشفى وقال له سيبقى جميلك يطوق عنقي ما حييت وبعد ثلاثة أيام أمر مدير المستشفى بمغادرة ابنة الرجل فطلب الشاب من الرجل أن تمكث الطفلة في بيته أسبوع آخر حتى تسترد عفيتها لأن السفر متعب والمسافة بعيدة وبالفعل مكث الرجل وابنته في ضيافة الشاب سبع ليال وكانت زوجة الطبيب الشاب تخدم ابنته وتعاملها بمنته الرقة واللطف وفي الليلة السابعة عندما وضع الطعام العشاء على المائدة قال الرجل والله لن أذوق لك طعاما إلا إذا أخبرتني من أنت أنت تخدمني طوال أسبوع كامل وأنا لا أعرفك وأمام إصرار الرجل قال الشاب يا عم إن كنت تذكر من عشرين عاما فأنا ذاك الطفل الذي أعطيته عشرة جنيهات عندما كنت أجلس خلفك في الحافلة وكنت أحدث زميلي قائلا له هذا العام شحت السماء ولم تنبت الأرض شيئا وأبي فلاح فقير ليس بيده ما ينفقه علي ولذلك فأنا مضطر لترك مقاعد الدراسة هذا العام فلما سمعتني تأثرت وأخرجت عشرة جنيهات وقلت لي هذا المبلغ يفي لشراء الأدوات المدرسية كلها فأنا يا عم ذلك الصبي ابن قريتك وابن فلان ولولما أعطيتني ما أصمحت اليوم كما أنا والحمد لله أن قدرني لأرد لك بعض الجميل والله يا عم لو أعطاني أحد كنوز الدنيا لما فرحت بها الآن كفرح يومها بما أعطيتني بك الرجل وقال للشاب أتذكر كل ما قلت ومنذ أن مرضت ابنتي واستحال شفاؤها وأنا أدعو ربي بخالص الأعمال حتى التقيت بك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كان عبد الله بن المبارك رجلا صالحا وفي العام الذي أراد فيه الحج خرج في ليلة ليودع أصحابه قبل سفره وفي الطريق شاهد منظرا ارتعدت له أوصاله واهتزت له أعصابه حيث وجدت سيدة في الظلام تنحني على كومة من قمامة وتلتقط منها دجاجة ميثة تضعها تحت ذراعها وتنطلق في الخفاء فنادى عليها وقال لها ماذا تفعلين يا أمة الله فقالت له يا عبد الله أترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شؤون فقال لها ابن المبارك ناشدتك الله أن تخبريني بأمرك فقالت المرأة له أما وقد أقسمت علي بالله فلا أخبرنك فأجبته دموعها قبل كلماتها إن الله قد أحل لنا الميتة أنا أرملة فقيرة وأم لأربع بنات غيب الموت راعيهم واشتدت بنا الحال ونفد مني المال وطرقت أبواب الناس فلم أجد للناس قلوبا رحيمة فخرجت أتلمس عشاء لبناتي التي أحرق لهيب الجوع أكبادهن فرزقني الله هذه الميتة أفمجادلني أنت فيها وهنا تفيض عيناء بن المبارك وقال لها خذي هذه الأمانة وأعطاها المال كله الذي كان ينوي به الحج وأخذتها أم اليتامة ورجعت إلى بناتها وعاد بن المبارك إلى بيته وخرج الحجاج من بلده فأدوا فريضة الحج ثم عادوا وفي المنام يرى بن المبارك رجلا يشرق النور من وجهه يقول له السلام عليك يا عبد الله ألاست تدري من أنا أنا محمد رسول الله أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة جزاك الله عن أمتي خيرا لقد أكرمك الله كما أكرمت أم اليتامة وسترك كما سترت اليتامة فيا من تتباهون بكثرة الحج والعمرة والطواف بالكعبة طوفوا حول الفقراء حتما ستجدون الله عندهم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى شاب يتيم الأب قامت أمه بتربيته على طاعة الله حتى تخرج من الجامعة وعمل بمنصب مرموق وعندما أراد الزواج نصحته أمه باختيار فتاة ذات خلق ودين تعينه على تقوى الله والأخذ بيده إلى الجنة ولكن الابن كان قد تعلق قلبه بزميلة له في الجامعة من أسرة ثرية كانت جميلة ولكنها غير ملتزمة وقال في نفسه سأستطيع أن أغيرها وأجعلها تواضب على الصلاة وقراءة القرآن والعمل على ما يرضي الله عز وجل في بداية الأمر لم توافق الزوجة على وجود والدة الشاب للعيش معهما ولكن أهلها أخبروها بأن الشاب في منصب مهم وأن أمه سوف تموت بعد عام أو عامين وافقت الفتاة على مضض وبعد عودتها من شهر العسل ومع أول يوم تجتمع فيه بحماتها على مائدة الطعام قامت الزوجة من على المائدة غاضبة ودخلت حجرتها فذهب إليها الشاب بعد أن انتهى من طعامه مع أمه ليعرف سبب ابتعادها فقالت له يد والدتك متاسختان وقد أفسدت لي شهيتي وعليك أن تجعلها أن تأكل على مائدة أخرى بمفردها لأني بعد اليوم لن أجتمع معها على مائدة واحدة فوجودها معنا يضيقني قال الزوج في هدوء كما تعلمين ليس لها أحد غيري وهي عجوز وتحتاج رعاية قالت الزوجة اذهب بها إلى دار المسنين وإن لم تفعل سوف أذهب إلى بيت أهلي قال الزوج مبتسما فكرة رائعة ولكن والدك اتصل بي أثناء تناول الطعام مع أمي ويريد حضورنا جميعا عنده في المنزل غدا فلماذا يا ترى؟ قالت الزوجة عندما غادرت المائدة اتصلت به وغدا ستعرف لماذا أما الآن سأنام عاد الزوج إلى أمه فسألته ما الخبر يا بني؟ هل زوجتك مريضة لذلك تركت الطعام؟ إن كانت مريضة أذهب وأحضر لها طبيبا حرام أن تنام جائعة ومريضة قال الزوج اطمئني يا أمي سوف ترتاح قليلا ثم تأكل وغدا سوف أخذك إلى مكان سيتغير فيه كل شيء ولكن أريد منك أن لا تعترضي أو توبخيني على تصرفي قالت الأم لن أضغط عليك لتشرح لي الأمر وأعلم أنك تتصرف دائما بما يرضي الله وفي اليوم التالي ذهب الزوج وأمه وزوجته إلى أهل الزوجة وأعدت مائدة الطعام ثم أخذ والد الزوجة زوج ابنته على انفراد وأخبره بأن ابنته في حزن بسبب وجود والدته معهما ومن حقها أن تعيش معه بدون أمه ثم هدده بأن زوجته لن تعود معه إذا لم يوافق على طلبها اليوم فابتسم الزوج ثم ذهب إلى مائدة الطعام فلم يجد أمه جالسة أمامها وعرف من زوجته أنها أخذتها إلى المطبخ لتأكل مع الخدم فنظر الزوج إلى أهل الفتاة وهم جالسين على مائدة الطعام وقال لهم بغضب لن أستطيع أن آكل معكم لأن أيديكم قذرة كقلوبكم تدعوني لكي أطرد أمي التي عانت وشقيت وتألمت من أجل تربيتي يا لكم من أسرة قاسية لا يشرفني الارتباط بها ثم نادى على أمه فتخرج وهي لا تعلم بشيء ويجري نحوها والدموع على خديه ويقبل كفها ورأسها وينكب على أقدامها بلهفة ويقبلها ثم يقول لأمه بعد أن احتضنها وحملها هيا يا أمي خذيني برضاك إلى الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ثم يلتفت لأهل زوجته ويقول لهم لي الجنة ودنياكم لكم يقصد زوجته سأتركها عندكم شهرا دون طلاق إذا أرادت العودة لأكون أنا وهي كخادمين لأمي فأهلا بها وإن ظلت كما هي فستصلها ورقة طلاقها بعد انتهاء الشهر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصانه ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين شاب جامعي تعب والده في البيت يوم الثلاثاء وأحس بآلام في قلبه وكان يوم الأربعاء هو امتحان نهاية العام للشاب بالجامعة وقد قال له والده أريدك أن تذهب بي إلى المستشفى حالا فقال الشاب لأبيه أنا في خدمتك يا أبي ولكن كن مطمئنا ستكون بخير إن شاء الله أخذ الشاب مذكراته التي سوف يمتحن بها في الغد وتوجه مع أبيه للمستشفى وبعد الكشفات والتحاليل قال له الطبيب والدك لابد أن ينام الليلة بالمستشفى فحالته تستدعي عناية مركزة استسلم الشاب لطلب الطبيب وجلس مع والده بالغرفة وكان والده متعبا جدا ولم يكن هناك متسع من الوقت للمذاكرة وظل يهتم بوالده حتى الساعة العاشرة مساء عندما نام والده وحاول الشاب أن يذاكر بعض الوقت إلا أنه شعر بالإرهاق ولم يستطع مقاومة النوم فنام بالقرب من والده بعد أن قام بضبط هاتفه على أذان الفجر ومع أذان صلاة الفجر استيقظ الشاب للصلاة وأيقظ والده وبعد الصلاة أعد طعاما خفيفا لأبيه أوصى به الطبيب وظل بجانبه يهتم به ثم بدأ في المذاكرة ولكنه لم يذاكر الكثير حتى بقي على موعد اختباره نصف ساعة فقبل رأس والده ويده وقال له أدعو الله لي بالتوفيق أنا ذاهب للامتحان رفع الأب يده إلى السماء ودعا لولده وذهب الشاب إلى قاعة الامتحان وبعد أن قام الدكتور بتوزيع الأوراق كتب الشاب ما يعرفه في ورقة الأسئلة قرابة ستين سؤالا لم يجب إلا على تسعة أسئلة والباقي لم يتذكر إجابته وكانت المادة طويلة جدا وعندما أعلنت النتيجة وجد هذا الشاب أنه حصل على الدرجات النهائية في تلك المادة التي لم يجب فيها إلا على تسعة أسئلة من ستين سؤال فقال الشاب في نفسه لعل دكتور المادة أخطأ ذهب الشاب إلى دكتور المادة وذكر له اسمه كاملا ثم قال له هل يمكن أن أتأكد كم أخذت بالاختبار؟ فقال له الدكتور مبارك عليك حصلت على ستين من ستين وفقك الله فقال الشاب للدكتور بكل أمانة أنا لا أستحق ذلك أنا لم أجب إلا على تسعة أسئلة فقط فكيف حصلت على هذه الدرجة؟ بدأ الدكتور بمراجعة الأوراق فلم يجد ورقة باسم الشاب من بين أوراق زملائه الطلاب ثم قال الدكتور له اسمع يا بني ما الذي حدث مع ورقتك عندما كنت أصحح أوراق الطلاب في شرفة بيتي طارت ورقة مني أثناء التصحيح من شدة الهواء فجمعت باقي الأوراق ودخلت الغرفة ولعل الورقة التي طارت كانت ورقتك ولأني لا أريد أن أظلمك بشيء فقد أعطيتك الدرجة الكاملة ابتسم الشاب وقص على الدكتور ما حدث له مع أبيه ليلة امتحانه لمادته فضحك الدكتور وقال له لعله كارم من الله بسبب حسن برك بوالدك فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا